السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درسنا اليوم كيفية تحميل محاكي للأندرويد أو كيفية تثبيت أو لعب بالألعاب والتطبيقات الموجودة على الأندرويد على الكمبيوتر كيف أني أنا أقوم أثبت الألعاب والتطبيقات على الكمبيوتر طبعا نحتاج إلى محاكي شيء اسمه محاكي الموقع مجاني أو أعفوا أن البرنامج مجاني بالكامل تمام نضغط على هذه طبعا الرابط في أسفل الفيديو ننتظر إلى اكتمال التحميل تمام أنا محمله مسبقا نفتح عليه تمام هذه الأيقونة تثبيتها جدا سهل بس نقوم بفتحه تمام ثم الظاهر قبول والتثبيت طبعا بدلا ما تشتري جوال وكذا عشان تحمل فيه بعض التطبيقات اللي أنت تحتاجها أو الألعاب تقدر أنك تحمل محاكي هذا على الكمبيوتر وتلعب وتشغل أي تطبيق أنت تبغى تثبيت يعني كأنك مستخدم الجوال على الكمبيوتر ننتظر إلى اكتمال التحميل الآن نضغط على كلمة بدء ننتظر شوي الآن أول ما جيك جيك جوجل بلاي تسجد دخول تمام إذا كان عندك حساب في جيميل تدخل على الحساب هذا تعرفون الجيميل يعني المعروف اللي اللي ما يعرف الحساب اللي تدخل من خلالها على جوجل تدخل من خلالها على يوتيوب اللي تدخل من خلالها على جيميل المهم أن يصير عندك جيميل علشان إيش علشان جوجل بلاي تحمل فيه التطبيقات والألعاب اللي أنت تبغى طبعا أبدخل أنا حسابي الآن بالجيميل تمام التالي كلمة المرور ما أدوش طلعنا طلعنا من هذا النافذة لكن هذا هو المحاكي تمام خلني بكبرها علشان تشوفونا بشكل أوضح هذا هو المحاكي طبعا من هنا ندخل على أتوقع المتجر هذا هو المتجر تسجيل دخول أدخل على حسابي مرة ثانية at gmail.com ندخل كلمة المرور الآن يجيك إثباتية مثلا بالجوال أني كانت صاحب تم طبعا ما عليكم من هذه لأن مو بموضوعنا تقال لكم تعرفون الطريقة هذه يجيك خيار أنا سأستخدم هذا الجهاز بنفسي أو سيستخدم هذا طفلي أنا سأستخدمه بنفسي تمام بعدين موافق بعدين موافق عدم التفعيل موافق قبول الآن دخلنا على جوجل بلاي طبعا مثلا أنا أحمل هذه اللعبة مثلا سبيل المثال تثبيت انتظر شوي 21 طبعا البرنامج فيه مميزات كثيرة يعني أكثر من أنك تحمل بس فقط تطبيقات الموجودة في الاندرويد يعني فيه أشياء أكثر من كذا طبعا هذا اللعبة هذه موجودة في الاندرويد أو أجهزة الاندرويد قمنا بتحميلها على الكمبيوتر كما تشوفون خلنا بس نشوف خلنا بسكيب أو شيء ما يجي طيب شوفوا الآن قاعد أتحكم على الكيبورد اللي عندي إلى آخره المهم ما علينا من هذا الشيء هنا نطلع توقع أو هنا شوفوا هنا نغلق الأشياء اللي موجودة تمام هذه الصفحة الرئيسية هنا في فيسبوك فيسبوك أو شيء زي كذا تمام عندك هنا تقدر بالبحث تقدر تبحث على مثلا موقع مثلا ويكيبيديا شوفوا يعني كأنك مستخدم جوال يعني مرة بالضبط يعني فيه خيارات كثيرة من وتقدر تصغر الحجم هذا تقدر تتحكم بالصوت مرة كأنك مستخدم جوال مرة حتى يعطيك شحن ويعطيك الشريحة ويعطيك الوقت الآن كم الساعة فيه إعدادات كثيرة لك ما اللي بشارحة لكم بس بكت في هذا الشرح وشكرا لكم على المشاهدة لا تنسونا من صالح دعائكم ونهاية القول نقول بقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة تلبي الله البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله